اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدس يا نور يا قدس يا أولى الأولين ويا آخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العسى اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنبين أذهبته وكل خطيئتين أخطأتها اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقاء اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأنت وزعني شكرك وأنت تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذللين خاشي أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقة وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجدو لذنوبي غافرا ولا لقضائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ولمت نفسي ولمت نفسي ولمت نفسي وتجرأت بجهي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك على اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من فناء جميل لست أبلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرق بسوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبثني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عمك دعائي سوء عملي وفعالي وما تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفضيتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها روفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما تبعت فيه هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزين عدوي فغرني بما أهوا وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تخصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقررا مدعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عدري وإدخالك إيايا في ساعة من رحمتك اللهم فق بالعبري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحى ضعف بدني يا رب ارحى ضعف يا رب ارحى ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسال في برركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهي جبه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمتا وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى السنة نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار حسعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن قضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف البليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكوه ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلاءك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الأملي ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي الأمني يا غاية آمال العارفين يا غياف المستقفين يا غياف المستقفين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوميتك يا مولاي فكيف يبقى في العبار وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه له بها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقل قلبين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عدقه مننا فتتركه فينا هيهات ما ذلك الظنوك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بي الموحدين من بررك وإحسانك فباليقين أقطاع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلثنا أكا قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمين أجرمت وكل ذنبين أذنبت وكل قبيحين وكل جهلين كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهدة لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر نصف يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضر وفاقتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي 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 أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأراد ومن كادني فكاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينعل ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك وجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجبلي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك لجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريعة اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالمان صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا يا عالمان يا عالمان يا عالمان يا عالمان وووووzza Religion